في الحقيقة الحديث عن مشروع زي مشروع توشكا دايما يعني بيرتبط بفكرة التحدي وفكرة العمل الجاد علشان نحول رمال صحرة زي دي لمساحات خضرة ولمحاصيل استراتيجية تؤمن غذاء المصريين المشروع ده الوجه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة إحياء ومرة تانية بيجسد أيضا الإرادة الحقيقية للشعب المصري وزي ما احنا شايفين النتيجة بقى مشروع تنموي بقى مشروع متكامل بقت مساحات شاسعة تم استصلحها وتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية هامة زي القطن زي الدرة زي القطن زي بنجر السكر زي الشعير ده بجانب عدد كبير من المحاصيل الزيتية وأيضا عدد كبير من زراعة النخيل فدادين النخيل عالية الجودة طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا هو إنجاز بيقف وراء جهد كبير من كل المصريين العاملين في هذا المشروع القومي وده بالمناسبة جزء من اللي اتعامل في ملف الاستصلاح الزراعي زي ما قال سياد رئيس عبدالفتاح السيسني انبارح إن ما تشهده منطقة توشكة هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة جدا جدا بيتم تنفذها في هذا الملف من خلال استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة للتوسع أكتر في استصلاح أراضي جديدة بمناسبة الميا يا بسانت خلينا أقولك إن ما فيش مشروع زراعي ناجح من غير بطبيعة الحالة يعني ما نوفر له مياه السبب الرئيسي يمكن كان في تعطل مشروع توشكة لسنوات طويلة جدا كان جبل جرانيت عرضه حوالي 20 متر وطوله حوالي 9 كيلو متر الجبل ده كان بيعطل وصول المياه إلى مفيد توشكة المياه جاية من نير ورايح إلى مفيد توشكة والجبل ده كان واقف في النص عطل وصول المياه لمساحات كتير جدا من الأراضي هنا بقى كانت توجهات القادة السياسية كانت توجهات الرئيس عبد الفتاح السياسي إن احنا نزيل أي معوقات خاصة بهذا المشروع عايز أقول لكم إن بالفعل تم تفجير هذا الجبل الجبل ده تفتت وأصبح الآن مفيد توشكة بيوصل المياه لكل المناطق المستصلحة في هذا المشروع الزراع الضخم ده بيجي إزاي ده بيجي من الدراسات والعلم يا مصطفى يعني المشروع تمت بشكل أساسي على الدراسات وكان نتيجة ده النجاح الكبير يمكن اللي المشروع حققه في كل المحاصيل اللي تم زراعتها لأن في أي أرض بيتم استصلاحها لازم يتعامل لها دراسات والدراسات دي بيبقى لها اسم كده هي خريطة ملأمة التربة للزراعة من هنا بتتم الاستعانة بخبرات تعلمية ومتخصصين في دراسات التربة حصر الأراضي عشان نقدر إن احنا نوصل لحضراتكم اللي احنا شايفينه دلوقتي هو تحويل الصحراء إلى زراعات خضراء طيب توشكة بتعمل إيه؟ الحقيقة إن أهم ما يميز مشروع توشكة هو زراعة النخيل وإنتاج التمور احنا عندنا مساحات كبيرة جدا في توشكة بتنتج أجود أنواع التمور في العالم وبتستهدف أيضا تصدرها للأسواق العالمية طبعا ده بجانب باقي المحاصيل الصيفية اللي موجودة دلوقتي زي المنجة زي العنب زي اللمون ده غير مخطط آخر لاستغلال مساحات أخرى في زراعة النباتات الطبية والعطرية وده اللي بيتوافق في الأساس مع طبيعة منطقة توشكة طبعا يا مصطفى بجانب الأهمية الكبيرة اللي المشروع ده بيوليها طبعا للزراعة فيه أهمية كبيرة جدا لهذا المشروع لأهداف خليني أقول استراتيجية يعني كبيرة من أبرزها هي تخفيف الضغط السكاني مما يعيد التوزيع الجغرافي للسكان في مصر بيوفر فرص عمل كبيرة في كل المجالات وفي كل الاتجاهات عشان كده تم إنشاء مدينة توشكة الجديدة وده مدينة بتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكة تقدر نهاية التوعب 80 ألف نسمة توفر كمان 30 ألف فرصة عمل أرقام كبيرة جدا جدا زائد ده أن هي بتضم خدمات وأنشطة طرفية مختلفة وصناعات خفيفة وسائل للتصنيع الزراعي في حقيقة يعني مشروع مهم جدا وجبير جدا وجهد كبير جدا من كل العاملين والقائمين على هذا المشروع صحيح بمناسبة اللي بتقوليها بس أنت عايزة أقول كمان حاجة مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بسبب مشروع توشكة كانت العراق قبل كده ولكن بعد مشروع توشكة وبعد الفددين العظيمة اللي تم إضافتها للخريطة المصرية وتحولها من رمال صفراء لمساحات خضراء أصبحت مصر رقم واحد عالميا في إنتاج التمور ومش بس في إنتاج التمور لا ده في إنتاج أفضل أنواع التمور على الإطلاق اللي بيتم تصدرها لعدد كبير جدا من دول العالم مساحات دي غيرت وجه الحياة في مكان ربما كان لسنوات طويلة جدا صحرة وأصبح الآن مكان أخضر يعني أستعد كمان لاستقبال السكان علشان يعمروه وعلشان يبقى كمان بجوار هذه المساحات الخضراء مدن فيها حياة وفيها بشر